موسيقى مشاهدنا الكرام محبا بكم في حلقة مميزة أخرى من حلقات برنامجكم ريمال أرت وكما العادة جبنا لكم مخبيرة لكتشفها مجموعين وكذا الإهداءات التي رسلت لنا والتعليقات التي رسلت لنا معكم أنس تلذي تنسي هم تلميرت أنس أذين نغتب المنين أنسو غوثون النار الضوء التي كانت تدوش أنس عارفت في كل مزيقين وغميص في نظار المغربين لم يتوقع حاليا المغربين غير غير مفيد أنظر ماذا سيحيل ولكن قبل أن نغتب المهارينة للآناس والرغية للفرصة أفضل مناسبة برنامج بسعارة وغدان ستتفلع سكشماربي ان شاء الله سيضعنا دفلك تمرت يا ربي كما نقول من هذا المنبار سنة أمازيغية سعيدة وبداية حقق الفنان المغربي الشاب عمر بن المير نسب مشاهدة عالية فتت المليون في أقل من 24 ساعة من خلال نشره لأغنيته الجديدة الغربال وشارك مع عمر بن المير في الأغنية جديدة مجموعة من اليوتيوبرز التي كسبوا شهرة كبيرة في عالم مواقع التواصل الاجتماعي وأبرزهم مريم أصوب وكي يشبع عمل عمر الجديد أغنيته السابقة مع شقيقته رجاء وكواك من حيث الموضوع وكذلك الموسيقى احتفل عمر بن المير رفقة شقيقته وصحابهم اللي بانه في الكليب اليوم أمس بإطلاق العمل الجديد في حفل مصغر ويشار إلى أن كل تسائل عن غياب رجاء بن المير في الأغنية الجديدة اللي يترحل في الناش شاب خصوصا أن معظم أعمالهم يشاركوا مع بعضهم ويدكر أن آخر الأعمال أخوة بن المير أغنية وكواك تم إصدارها شهر غوش الماضي وحققت لحد الساعة 54 مليون مشاهدة كيف نبلك سيهان في هذه الأغنية الغربال التي تهدر على الصحاب فعلا أنا سحنا متفقن مع هذه القضية هذه كيدوي وعلى الغربال واللي بطبيعة الحال دائما تقول لك أصحاب المصلاحة إلى ما نافعين ناش من الأحسن أننا نحيدهم من حينتنا ومن هاد المينباركة نقول لهم مبروك عليكم إن شاء الله مسيرة موفقة بإذن الله أجل أن نتخلص الخبر مزواري سوف نحن نتخلص الخبر لشفاء ونظور نحن نتخلص السيناريس سيلحوسين بردا ومسفة صديقي لفنان الأمازيغ المقدار لأنه كانت توقف تزور الأمازيغ وزارة لتكون لزورنا غمس للمحناية سنتمنى الشفاء العجل ان شاء الله بدورنا نتمنى الشفاء العجل سيها ومبعد نهاية سنة متقلبة فجأة في المتابعين في فيلم حلمة أدو لسلطة فيها ضع المسيرة الفنية صدر رابور المغربي توتو تولتاء الماضي فيديو كليب جديد عبر القناة له على اليوتيوب بعنوان مغير تعتبر أغنية مغير ثالث أغنية في ألبوم كامليون وهي من كلمات الغرانية توتو ومكس مهديس لي دراجانوف ويو أصيل تكلم توتو من خلال هذه الأغنية عن مصائب الحياة وكيف شأنه وما زال ما تمكن من تجاوز وفاة الولدة التي فرقت الحياة في شهر يليوز من سنة الفارطة الكليب حقق كثير من 1.4 مليون مشاهدة في ظرف 14 ساعة فقط وحتفل توتو صحابه بدل الإنجاز وتقاسم مع المتابعين على الإنستغرام كيف شفاجئوا وأصدقائه بعد وصول الكليب المليون مشاهدة في أقل من 5 ساعات ويشار أن توتو فز مؤخرا بجائزة أفضل فنان هب هوب في إفريقيا ضمن مسابقة جوائز الطرفية الإفريقية المنظمة في الولايات المتحدة الأمريكية موسيقى 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 نصبه موسيقى 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 في سنتيني مبروك ديسك جديد مكاين معه أراك نتمنى كل توفيق إن شاء الله من المنبار نريمال تي بي موسيقى في مجال السينما تعرضت الحلقة الأخيرة من حلقة مسلسل تلفزيون الجديد من البوز على قناة الأولى المغربية بحيث تلقى مسلسل استحسان المشاهدين القصة كتدر الأحداث حول حياة شاب يدعى طارق عشق ميدان التمتيل يحلم بالشهرة في محاكاة للواقع الحقيقي المالئ بالصعوبات والمعيقات لكيعيش أهل الفن في بدايتهم وحتف أوج النجاح ديالهم القصة جسداد المحطات اللي يمر منها كل فنان بداية نولوجي للميدان وأخذ فرصة لإظهار موهبتي ووصولا إلى الشهرة اللي يكافح من أجلها لكي لا تكون نجومية مؤقتة كشفان عبد الإله رشيد أن شخصيته تتقاطع مع شخصية طريق بطل السلسلة في مجموعة من الأمور اللي عانى منها في بداية المسيرة دياله الفنية وكان أبرزها عدم تكافؤ الفرص والمحسوبية وكيف موصفة بتعبير دياله باك صحبي القصة عبارة عن سلسلة قصيرة عرضات فربعة ديال الحلقات فقط علاقتي القناة الأولى كل مساء أربعة بمشاركة عدد النجوم بالشاشة أبرزهم مادي فلان راوية وعادي الأباتراب وآخرون يذكر أن عبد الإله رشيد اكتسب شهرة واسعة بعد المشاركة دياله في مسلسلة عرضات الوالدة وتوجي عن دوره في مسلسل بجائزة أفضل ممثل عربي سنة 2018 ضمن فعالية دورة 19 من رجال العربي الإداءة والتلفزيون بقرطاج ترانسفورجة لاسا كيف لاسا أخوة دعنا مقابل اللي بحر الله يرحل دعنا مدير أعمالي دعنا مدير أعمالي دعنا مدير أعمالي مدير أعمالي دعنا مدير أعمالي دعنا مدير أعمالي دعنا أعمالي قبل أن أتصل إلى القرية كانت تذكرين 80 عزانين بلين درنا أرقام هاتفية حيث أن أشاركنا برنامجات صوت فمسون نظرون ونظرون 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 الرقم الهاتفي لتخصص البرنامج على الواتساب 0-0-03-37-37-97 أكيد سيهان لا تنسوش مشاهدينا أنه دائما يمكنكم ترسلونا على الرقمنا في الواتساب 0-0-03-37-37-97 وتصفتوا لنا إهداءاتكم ورسائلكم وتصوتوا على أغانيكم المفضلة لكي تخليوا وديمة في الطوب 5 الأسبوع نشوفوا مع بعض مشاهدينا الأغاني التي اخترتوا أنها تكون في الطوب 5 لذلك الأسبوع هدك الحب اللي كان سويت قع ما بقى قولي قولي و ماشد من علي قولي قولي يريغورك في الأغن كينو هوي 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 في الغربة و صحابي قافي دي الغداء هوي كلبي منك ما ساخيش يا مولدك ما ناسيك شروحي وستر خافيش كام موسيقى معنى الكلمات ترقتي في الموضوع جد مهم تحيتي لك واصل المزيد من الاستمرار والعطاء والتوفيق في هذه العملية نتمنى ويبقوا يداروا في حال هذه البرامج ورابطاجات القيمة اللي عندها معنام الموس نشكر بالسومة على التعليقة الاكتر من الرائعة شكرا بزيار بالسومة نتمنى وتبقى يديم وفي البرنامج ناري مارارت فعلا أناس وصلنا بزيارة التعليق وفرحنا بهم لهذا بالدور جاليتي أنا بغيت نشكر شكرا بزيارة التعليق مثلا كين حسن مزوس يقول زادك الله ورونقان وحفظك بحفظه وأتممي على هذا النهج وبارك الله فيك واختي سيهم شكرا خويا حسن على هذا الكومنتر أيضا كومنتر آخر تقول تبارك الله عليك برنامج سيهم كين كومنتر آخر من عند عليا من كازابلونك تقول جسوي عليا دو كازابلونك جوفت سور لشانسون دو ساعد المزرد بالوجه الثاني جيم بيان بوطر بروغرام سيهم ميرفويوس كم توجور برافو كونتوني ايبون كوراج ومرسيب الزاف عليا على هذا الميساج هذا الزوين أيضا كين رسالة أخرى كتقول أنا لبناء من كازابلونك كنصوت على ساعد المزرد الوجه الثاني شكرا لبناء على هذا الميساج وانتمنى ان شاء الله أنكم دائما تكونوا أوفية لبرنامجنا ريمال أر ونشوفوا سيهم باقي التعليقات اللي كتقول مونة سقلية تبارك الله عليكم أنا سيهم بالخصوص أنس ما شاء الله حببتيني في هذا الإداءة ما اليوم غادي مقاموا مجمونا على ريمال تيبي السلام عليكم معكم يوسر من دينة أكادير كان صوت على الفنان ساعد المزرد وكان هذه أحلى ديكاس للمجموعة أكادير نمبر وان السلام عليكم ورحمة الله تحية لناس للتقم ديالبرنامج أنا عجل من أكادير كان هذه التحية لقاع الناس اللي تعرفوني بالأخص والأخص الأختي وكان نقدم كان بغير نشارك معكم بواحد أغنية ديال ساعد المجرد جديدة هي اللي كان صوت عليها نوري يقوله الطاقة من ريمال تيفي أريد أن أشكرها جدا في البرنامج أشكر للمجموعة نحسيهم تانمير نبار يرغان أنا تيني أسوكاس نبار كي أمينو أريد أن يقوله فلون شك مربي السلخير الهنا يحتل ناربي نكي أرض صوت في الديسك نساعد المجرد الذي دير محمد من أغادير تانمير تانمير وإلى الديور الرائعة التي ترون كل من الفنان أسامة البستوي وفنانة كريمة غيت يوم الجمعة المنصرين بعنوان قولي قولي الذي تم طرحه عبر القناة الرسمية كريمة غيت على اليوتيوب وكتحدث الأغنية على الفرق بين الجيل القديم والجيل الحديد في الحب وفي مختلف أمور الحياة مما يدفع كريمة والبستوي إلى توجيه اللوم للحياة قولي قولي من كلمة محمد أمير ألحان أشرف فقيهي وبدر مخلوقي أما الكليف تم تصويره بأحد الموديل الجنوبية تحت إدارة المخري السوفيان جرف نقول لهم بروق على هذا الديور الرائع ودائما لا نكونوا فرحانين فنرى ججم غربة يريد في يد وتعطوننا عمل جد متميز وليس تكون هذه الحزازية بالفنانة بالعكس نفرحوا ليهم ونتمنوا لهم كل التألق ونتمنوا دائما نرى وبحال هذه الأعمال هذين يفرحونا ويجعلونا دائما نفتخره بالفن المغربي ديالنا طبعا سهام وكذلك مثلات كريمة في الفيديو كليب دور العروس التي تحتفل بحفل زيفا في هذه الأجواء بسيطة ويشار إلى أن الفنان أسما البستاوي غاب على الساحة الفنية أزيد من 6 سنوات بحيث توقف عن إصدار أعمال غنائية جديدة واكتفى فقط بالتمثيل جادير بالذكر أن كريمة غيت وأسما البستاوي يتعامل مؤخرا في فيلم تلفازي تحت عنوان رجل المرأة عبر القناة الثانية والذي نال استحسان الناس أحقق نسب مشاهدة عالية جدا لم تكن متوقعة وكان الحبيب يسول ويخاف على حبيبه موسيقى موسيقى عندما يتحدث من 20-80 عزانين أفد أن نسول في مثل الجديد ونظرنا عبدالله التجر كل سنوات موسيقى نظر إصدار يسكر لبسماس اغتمتي إصدار كذلك يسكر لبسماس غمسل لغناء غيان مؤخرا نفدي تحييان كليب باهري فلكي نغد يالله إن شاء الله إصدار الكليب يلغنيانس اللي دي تحيي مؤخرا تنجح تسوس مكدود نسي عزان ستيغانس والساغ يغيو مرغنس عبدالله التجر أنا زور نغار تحييان إن شاء الله غمانور يغيو نغار تسوس الفيديو كليب إن يغ حصريا إريمال تيفي أفدار السجادي الفيديو كليب ما بين رباط دم ماس تزنيت نتمنى تنتق كل توفيق إن شاء الله غمسل وسيرانس الفني فوقتنا الحالي ما بقناش قد ينستغنى والأنترنت في حياتنا اليومية الخاصة والعملية ارتباطنا هذا يدفع الشركات المسؤولة والمالكة لتطبيقات التواصل تأخذ قرارات غير مرضية للمستخدمين حسب اعتقادهم ولعل آخر هذه القرارات سيتعلق بتطبيق الواتساب مرة أخرى حول سياسة الخصوصية خاصة بعد إعلانه منع مستخدمي الذين يرفضون الموافقة على الشروط الجديدة من استعمال حسابتهم اعتبارا من 8 فبراير وبمجرد ما يدخل المستخدم تطبيق الواتساب كالظهر أمامه رسالة تطلب منه تحديث سياسة الخصوصية الخاصة بالتطبيق وقبل التغييرات الجديدة بانتقادات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي إذ تهم معلقون التطبيق بانتهاك خصوصيتهم كيف ما كان عرفوا أنها بدأت عملية هجرة جماعية من تطبيق ولكن إلى أين يا أنس تطبيقات أخرى سهام تصدرات المشهد كحل البديل والتركيا دعات المواطنين باستخدام التطبيقات الوطنية انطلقت حملة بهدف مقاطعة في التطبيق سينيا لأن بياناتك ملوكة لك وليس لنا وحقيقة الأمر برمتي وتوضيح لما سبق بشكل دقيق بخصص الواتساب فلا تحجى ما تبدلت هذا ما كان هو الذي يبقى غير مخبرك به كي تكون معلوم ويحيد على مصداع الرأس المحاكيم بغير نعرف ما هو الجديد في التحديد الواتساب تحجى السهام المكالمات المحادثة والرسائل كاملة مشفرة وبالتالفة هي آمنة بحيث تحتمو الواتساب لا يستطيع لفحو الرسائل في الواتساب قالت بأن تجمع الداتا من الواتساب وربطها مع خدمات الفيسبوك لتا ويجمع الداتا لماذا هذا هذا لكي يسهل على المعلنين لإستهداف من الناس يحدي يجعل هم قادرين ويحدي الناس بصفة أدق بشكل مبسط ولكن تهضر مع صاحبك في الواتساب على أن تريد تشري موبيل في الواتساب لذا ستجد الفيسب ستجد الأكوية بعد الإشهار ويضمن أن المؤلنين لا يبقى يخسرون الكثير لكي الإشهار يبنغ للناس المتمم بشراء السيارة وليس يريد الإشهار لأحد يريد أن يشارك بيكالة وقت تحضر الواتساب 0603-37-37-97 غير الخبر اليوم نحي الغصة لنساول تصاميم الأمازيغية لتحيال المصمم مبديع يهم كل السن تقريبا ينزر مدنو قدير كل شارج يستعمل تقريبا 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 المعارض تقريبا المغرب كذلك تقريبا تقريبا الجنوب بالخصوص النواحيس أحسن مؤخرا يفوز الجائزة الرتبة الثانية كل السن المصمم دائما تحاول تقريبا العصر الجديد تقريبا تقريبا التصاميم الأمازيغية نحن تقريبا 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 وفي نفس السياق مشاهدينا الكثير من الناس ينسوا الباسورد الخاص بحسابتهم الإلكترونية المختلفة لكن لو قاعد هذا المبرمج الألماني محلوش سيجعله الناس براحة طول محيا لأن استيلم برمج ننسى كلمة المرور المحفظة الإلكترونية التي تحتوي على عملات بتكويل المشفرة تصل قيمة إلى 240 مليون دولار وهي ما يقارب 240 مليار سنتيم مغربي ترجع القيصة نحو 10 سنوات قبل ما حصل ستيفن توماس هو مبرمج الألماني الموليد مقيم في الولايات المتحدة على 7000 عملة بيتكوين نظر مقطع فيديو يسمى العملة المشفرة وفي ذلك الوقت قيمة البيتكوين الواحد لم تتعدى بدعة دولارات الذي داخلنا لم يعرف تيماما من كبيرة لها وخذناها على قرصه بمثابة محفظة الإلكترونية وكتب الباسورد فورقا لتجلات الام بعد واليوم بعد ارتفاع الجنوني الأسعار العملة الرقمية التي وصلت 34000 دولار لبيتكوين الواحد قرر ستيفن توماس يحل محفظة الإلكترونية ويستفد من طروة هائلة التي حصل عليها والتي كانت تقدر بـ 240 مليون دولار لكن صدمة كانت قوية من توماس لا تمكن أن يذكر كلمة المرور الصحيحة بالرغم المحاولة 8 مرات ودعبها لم يبقى لغير محاولة فقط ودعبها كلمة المرور الصحيحة بالرغم المحاولة 8 مرات ودعبا مبقى لي غير محاولة فقط قبل أن يفقد التروة وتشفر للأبد ويفقى ما ذكر صحيف من نيويورك تايم من جانبه الرئيس الأمن السابق في الفيسبوك أليكس طاموس تغريد في حسابي على تويتر أرض فيها خدمتي على توماس لقاء 10% من المبلغ تربوط النجوم أيتبامر سأتحيال 28-28 عزانين العمل مباري فولكين تقسس وصغر القول أي الكلمة تعرفت تربوطات تسمى الأعمال الفنية التي تقوم بعمل تقوم بعمل المواضيع العاطفية الاجتماعية وعالمياً بعد مفجأة النجم الكندي الشهير ويكند متابعي في تطبيق انستغرام بنشره صورة غريبة وصدمة التي تكون أول إطلالته للعام الجديد في حين أن قالوا أن المغني الشهير قد أجرى عملية جميل فاشلة واللي عزيز النظرية ظهور دوويكند في فيديو أغنيتي الجديد التي صدرت قبل أيام فقط بنفس الشكلة سيهام بصحة أناس ولكن بقى تساؤل هو مطروح مشاهدين ووش دار المغني عملية جميل أو لا لا وفق مصادر إعلامي السيهام فإن النجم العالمي ما دار حتى عملية جميل بل دار ما يدعى فالأداء بلقة حيث ارتدى دوويكند أطرافاً اصطناعية ودار الماكياج شيء اللي يصدم مؤجابيه ومحبيه يذكر أنه هذه ليست المرة الأولى التي يستخدم في دوويكند لوجه دياله كجزء من أكسسواراتي وتغيير ملامحه بحيث قام في نوانبر من العام اللي فات بالدور بشكل مفاجئ خلال حفل جوائز الموسيقى الأمريكية فيما وجهه كان مليئ بالضمادات مقدمة عادة مذهلة للغاية حينها شكراً للمشاهدة تجاية تربوت تحويل دائماً تفتيات صبغة فمثل النفن الهواري مهم تقفت كله تربوتات تربوتات تفلكي باهرة تنطي المساة يفولكي نشارك نغتوكت المهرجانات توقت الحفلات درس توقت الشواهد تقديرية دائما متشاركن كذلك الحفلات اللي غايت تيلي وقليد نغى محمد السادي ستين صربي دقيك اللي كله تسنم مسترابوتاد ارتحول ما امكان التواكب العاصر مؤخرا اللي غا نحتافل سمسن العيد الاستقلال تحين تنتني يتلغت بهري فولكي اللي رادي نغتزرم ان شاء الله كذلك سكرنا اغنية فمسيدي نير افادها تحتافل لانتني سمسن المناسبة للسنة الامازيغية الجديدة من من بره اكيد قناة ريمال تيفي اني اغتب دوتنا ريمال تيفي رس نتونا كل توفيق غا ما سلمسي رانسن الفنية انتظرنا في حلقتنا المقبلة مع المزيد من الأخبار والموسيقى الحصرية فعلا اناس لكم امانين تمانين الزنين تيجرا وسيسيد اليوم دنحي الغصاد ان مقر ان شاء الله غمانيوريا و جوجن اغتبادو تنون ريمال تيفي نفلكني الهنا دفولكي دراحت الى اللقاء